بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم في درس جديد من دروس كيميا 2-3 معكم معلمتكم العنود ناصر اعتبن ورحب بأستاذ لغة الإشارة لأستاذ محمد القبيشي بإذن الله اليوم سيكون درسنا عن متابعة لدرس الكربوهايدرات إذن تابع الكربوهايدرات نحن في الباب الثالث وهو كيميا الحياة المركبات العضوية الحيوية وصلنا فيه إلى الدرس الثاني وهو الكربوهايدرات بدأنا فيه فكرته الرئيسة تزود الكربوهايدرات المخلوقات الحية بالطاقة والمواد البنائية تعلمنا في الحصة الماضية الكربوهايدرات وأنواع الكربوهايدرات وبدأنا في النوع الأول وهو السكريات الأحادية اليوم بإذن الله سنكمل السكريات الثنائية السكريات عديدة التسكر والخلاصة وحل أسئلة التقويم إذن نسترجع معلوماتنا وأهدافنا ومفرداتنا العنوان الدرس الكربوهيدرات فكرته الرئيسة تزود الكربوهيدرات المخلوقات الحية بالطاقة والمواد البنائية أهدافنا تصف تركيب السكريات الأحادية انتهينا من الجزء الأول فيه سنكمله بإذن الله اليوم الثنائية وعديدة التسكر تشرح وظائف الكربوهيدرات في المخلوقات الحية مراجعة المفردات المتشكلات الفراغية أخذناها سابقا وهي نوع من المتشكلات ترتبط ذراتها بالترتيب نفسه ولكن تتجه في اتجاهات مختلفة في الفراغ وصلنا في مفرداتنا الجديدة للسكريات الثنائية والسكريات عديدة التسكر نسترجع معلوماتنا حول الكربوهيدرات تعريفها هي مركبات عضوية تحتوي على عدة مجموعات من الهيدروكسيل ومجموعة واحدة من الكربوني للسي دبل بوند أو تتكون من العناصر الكربون والهيدروجين والأكسوجين والصيغة العامة لها هي سي أن بين قوسين الماء جزئ الماء جتو أو وخارج القوس أن طبعا أن على حسب المركب ما هو طبعا لا توجد جزئات الماء بهذا الشكل إنما توجد مجموعات الهيدروكسيل والهيدروجين بالنسبة للوظيفة هي مصدر للطاقة المختزنة مصدر للطاقة المختزنة تضم الحليب الفواكه الخبز والبطاطس بالنسبة لحجمها يتراوح بين وحدة بنائية واحدة ممكن أن تصل إلى مئات من البوليمرات أو آلاف من وحدات البناء الأساسية أنواع الكربوهيدرات الثلاثة وهي سكريات أحادية جلوكوز جالاكتوز وفاراكتوز أيضا سكريات ثنائية سندرس بإذن الله نوعين سكروز واللاكتوز وعديدة التسكر هي الجلايكوجين والنشا والسليلوز السكريات الثنائية لاحظ معي ماذا يوجد ثنائية إذن هي عبارة عن اتحاد بين سكرين أحاديين سيعطيني سكر جديد وهو السكر الثنائي لاحظ النوع في هذا التفاعل هو نوع تكثف هو نوع تفاعل تكثف سيتم حذف جزء ما وسيخرج الماء خارجا ثم ستتكون رابطة وهي الرابطة الإثيرية إذن السكريات الثنائية هي عبارة عن ارتباط سكرين أحاديين معا نوع التفاعل بينهما هو تفاعل تكثف وسنحذف منه جزء ما ونوع الرابطة المتكونة هي رابطة إثيرية إذن تعريف السكريات الثنائية اتحاد بين سكرين أحاديين ستتكون بينهما رابطة إثيرية ونوع التفاعل فيه تفاعل تكثف وسنحذف منه جزء ما لاحظ معي النوع الأول من السكريات الثنائية هو السكروز كتبنا سابقا عند السكريات الأحادية سكر أحادي اليوم سنكتب عند السكريات الثنائية سكر ثنائي حتى عندما تنتهي تقوم بجمعها في جدول وتعمل مقارنة فيما بينها إذن السكروز هو عبارة عن سكر ثنائي له رابطة إيثيرية التسمية يسمى بسكر المائدة بالنسبة لسبب تسميتها بسكر المائدة لأنه يستعمل في التحلية في الأكل وهو يضع على المائدة إذن هو يستعمل في التحلية مما يتكون؟ يتكون من اتحاد سكرين أحاديين ما هم السكرين الأحاديين؟ هو عبارة عن الجلوكوز مع الفركتوز هو عبارة عن اتحاد الجلوكوز وهو سكر أحادي مع الفركتوز وهو أيضا سكر أحادي سيتكون لدي سكر ثنائي وهو السكروز لدينا هنا صيغة الجلوكوز وأيضا صيغة الفركتوس أيضا لاحظوا معي النوع الثاني من السكريات الثنائية وهو اللاكتوز اللاكتوز هو أيضا سكر ماذا؟ سكر ثنائي أحسنتم ما نوع الرابطة المتكونة في السكريات الثنائية والعديدة هي عبارة عن رابطة إيثيرية اللاكتوز هو يسمى بسكر الحليب سكر الحليب أين هو موجود؟ بما أنه يسمى سكر الحليب فهو أيضا موجود في الحليب أحسنتم يتكون من اتحاد الجلوكوز ولكن هذه المرة معه الجالاكتوز الجالاكتوز حتى لا يكون هناك خربطة في التسمية لاحظ هنا اللا الجالا وهنا اللاكتوز فحتى يكون هناك ربط بين الاسم ومما يتكون إذن الجلوكوز هو ثابت في كل من السكرين الثنائيين ولكن يختلف المرة الأولى كانت مع الفريكتوز وهو السكرز والمرة الثانية مع الجالاكتوز وأعطاني اللاكتوز الآن سبق أن درسنا سابقا في الأحماض حمض اللاكتيك فما الفرق بينه وبين اللاكتوز؟ اللاكتوز هو كربوهيدرات وحمض اللاكتيك هو حمض إذن حمض اللاكتيك أو يسمى حمض اللبنيك أو يسمى حمض اللبن هو مركب حيوي مهم يدخل في العديد من العمليات الكيميائية الحيوية أثناء الأيض يصنف على أساس أنه حمض كربوكسيلي صيغته هي C2H4OHCOOH هذه هي الصيغة الجزائية C3H6O3 أيضا لاحظ هنا الصيغة البنائية والصيغة في الفراغية والكرة والعصى ولاحظ هنا الاسم النظامي هو حمض الهيدروكس بروبانيك رقم 2 إذن هذا هو الفرق بين اللاكتوز اللاكتوز هو سكر وهو من النوع الكربوهيدرات بينما حمض اللاكتيك هو حمض كربوكسيلي نعود الآن إلى أنواع السكريات انتهينا من السكريات الأحادية جولوكوز جالاكتوز وفاراكتوز السكريات الثنائية عبارة عن ارتباط بين نوعين من السكريات الأحادية الآن سننتقل إلى سكريات عديدة التسكر هي ثلاثة الجليكوجين أين سيوجد؟ النشا أيضا أين سيوجد؟ والسليلوز استرجع ذاكرتك نعود إلى درس البوليمرات قلنا أن من ضمن المبلمرات الطبيعية هي النشا والسليلوز إذن هي تصنف على أنها مبلمرات وأيضا تصنف على أنها كربوهيدرات إذن السكريات عديدة التسكر عديدة التسكر تسمى المعقدة فالأولى السكريات الأحادية تسمى السكريات البسيطة هنا تسمى السكريات المعقدة تتكون من لاحظ بوليمرات في السكريات الأحادية كان سكر واحد في السكريات الثنائية كان سكرين معا فالأمر بسيط ولكن هنا هي بوليمرات معنى بوليمرات أنها وحدات صغيرة معا لاحظ عندما أقوم بجمع المكعبات سيعطيني شكل معين إذن هي عبارة عن وحدات هنا نفس الطريقة سكريات مع بعضها البعض فيعطيني سكر معقد إذن هي بوليمرات مما تتكون أيضا من سكريات بسيطة ولكن أكثر من اثنين ليس كما في السكريات الثنائية عدد وحدات البناء ستكون من 12 وحدة بناء أساسية أو أكثر ما نوع الرابطة فيها؟ هي نفس الرابطة الموجودة في السكريات الثنائية وهي رابطة إيثيرية ستكون رابطة إيثيرية إذن اسمها سكريات معقدة تتكون من 12 وحدة بناء أساسية وهي من أنواع البوليمرات تتكون من بوليمرات سكريات بسيطة نوع الرابطة فيها هي رابطة إيثيرية ما هي الأنواع؟ أول نوع فيها هو الجليكوجين لابد أن تكتب جنبه ما نوعه؟ سكر عديد التسكر مما يتكون نحن قلنا بوليمر إذن وحدات متكررة إذن يتكون من وحدات الجليكوز ونحن نعرف أن الجليكوز أساساً وظيفة تخزين الطاقة إذن الجليكوز التي تخزن الطاقة أين يوجد الجليكوجين؟ يوجد فيه رقم واحد في الكبد رقم اثنين فيه عضلات الإنسان ورقم ثلاثة أيضاً يوجد فيه الحيوانات كذلك هناك حيوانات أخرى مجهرية يوجد فيها ومخلوقات أخرى هي البكتيريا والفطريات إذن الجليكوجين موجود فيه عضلات وفي كبد الحيوانات وهو من أنواع السكريات عديدة التسكر وهو يتكون من وحدات من الجليكوز والجليكوز نحن نعرف أنه يخزن الطاقة إذن أماكن وجوده في ثلاثة الكبد في العضلات وأيضاً في الحيوانات وفي المخلوقات المجهرية مثل البكتيريا والفطريات لاحظ معي ما هذا النشا أحسنتم هو أيضاً نوع من أنواع السكريات عديدة التسكر عديدة التسكر للنشا إما تركيب متفرع أو غير متفرع طيب من ماذا يتكون؟ هو أيضاً بوليمر أحسنتم إذن يتكون من ماذا؟ من وحدات أساسية من الجليكوز ونحن نعرف أن النشا هو طري ولكن لا يذوب في الماء أحسنتم إذن خصائصه هو جزء طري ولكن لا يذوب في الماء وظيفته الأساسية هي تخزين الطاقة تخزين الطاقة هنا يوجد النشا من يصنع النشا؟ النباتات أحسنتم إذن هو موجود في النباتات أو تصنعه النباتات إذن النوع الثاني من السكريات عديدة التسكر هو النشا هو سكر عديدة التسكر هو أيضاً بوليمر يتكون من وحدات من الجليكوز وهو من صفاته ومن خصائصه أنه جزء طري ولكن لا يذوب في الماء وظيفته هو تخزين الطاقة من يصنعه وأين يوجد؟ يوجد في النباتات وله تركيبين إما أنه متفرع أو غير متفرع لاحظ معي ماذا يوجد هنا السليلوز أحسنتم وإنه موجود في النباتات رائع ولاحظ معي التركيب الخاص فيه هنا إذن للسليلوز تركيب غير متفرع يشبه السياج للسلاسل المتقاطعة انتظر لحظة قبل قليل قلنا أن النشا يكون متفرع وغير متفرع ولكن هنا السليلوز فقط هنا غير متفرع إذن هذا أول فرق بين النشا والسليلوز السليلوز أيضا هو سكر عديد التسكر أحسنتم عديد التسكر إذن هو بوليمر رائع إذن هو يتكون من وحدات أساسية من الجيلوكوز خصائصه هو أيضا بوليمر ولا يذوب في الماء ووظيفته هو يكون الجدران القاسية للخلية في النباتات في النباتات إذن هو أين يصنع يصنع في النباتات إذن كل من النشا والسليلوز موجود في النباتات النشا جزيء لا يذوب في الماء وهو جزيء طري بالنسبة للسليلوز هو يكون الجدران القاسية في النباتات ويكون موجود في النباتات لنقارن الآن بينهما بالرغم من أن النشا والسليلوز يتكونان من وحدات أساسية كلهما من الجلوكوز إلا أنهما يختلفان في الخواص والوظائف توقع ما السبب في ذلك ما السبب في ذلك نحن قلنا هناك جزء متفرع وغير متفرع من نسبة للنشا السلولوز فقط نوع واحد إذن أولا الروابط التي تربط الوحدات الأساسية معا تتجه في اتجاهات مختلفة في الفراغ إذن رقم واحد الروابط التي تربط الوحدات الأساسية معا تتجه في اتجاهات مختلفة في الفراغ بالنسبة للحضم الإنسان يهضم الجليكوجين ويهضم النشا ولكن لا يهضم السلولوز لماذا لا يهضم السلولوز؟ لا يستطيع الإنسان أن يهضم السلولوز لماذا؟ الإنزيمات ودرسناها في الدرس الماضي هناك مثل الجيوب أو الشقوق تستوعب المادة إذا لم تستوعب المادة قلنا ماذا سيحدث؟ لن يحدث تفاعل أحسنته إذن الأنزيمات لا تستطيع أن تستوعب السلولوز في المواقع النشطة بذلك لا تستطيع أن تكسر السلولوز إذن لا تستطيع الإنزيمات الحضم أن تستوعب السلولوز في مواقعها النشطة لذلك يختلف في خواصه عن النشا لاحظوا معي أيضا هذه الصورة أين يوجد السلولوز؟ موجود في الفواكه أحسنتم في الخضروات كذلك في الحبوب هذه كلها تسمى بألياف غذائية لماذا هي تسمى بألياف غذائية؟ ما السبب في ذلك؟ ألياف غذائية إذن هي تمر في الجهاز الهضمي دون أن تتغير كثيرا إذن هي عبارة عن مرور في الجهاز الهضمي دون أن تتغير كثيرا ولا تهضم لذلك تسمى بألياف غذائية الآن قارن بين السكريات الأحادية والثنائية وعديدة التسكر السكريات الأحادية هي سكر بصير يحتوي على مجموعات الهيدروكسيل متعددة ومجموعات الضهيد أو كيتون وهي الكربونيل واحدة منها بالنسبة للسكريات الثنائية هي عبارة عن ارتباط سكرين أحاديين مرتبطان معا نوع الرابطة رابطة إثيرية نوع التفاعل بينهم التفاعل التكفل بالنسبة للسكريات العديدة التسكر سكر عديدة إذن هي تتكون من أكثر من وحدة هنا 12 وحدة بناء أساسية من الجلوكوز أو أكثر حتى من الجلوكوز مرتبطة بروابط أيضا روابط إثيرية بالنسبة للترتيب من الأصغر إلى الأكبر من هو أصغر واحد فيهم عندنا السكر الأحادي حسنتم طبعا الثاني سيكون وسط بينهما والثالث وهو أكبرهم وهو السكريات عديدة تتسكر الآن ننتقل للتدريبات أكمل الفقرة في أدناه باستعمال كل من المصطلحات مرة واحدة السكريات عديدة التسكر الكربوهيدرات السكريات الثنائية السكريات الأحادية يسمى المركب الذي يحتوي على عدة مجموعات هيدروكسيل بالإضافة إلى مجموعة كربونيل هذا التركيب من؟ وموجودة في الألدهيد والكيتون هو تركيب الكربوهيدرات إذن نشطب هنا انتهينا منها لأنها مرة واحدة يعد السكر البسيط أو فراغ أبسط أنواع الكربوهيدرات من هو أبسط أنواع الكربوهيدرات؟ السكريات الأحادية أحسنتم يمكن لسكرين بسيطين أن يرتبطا معا من هو البسيطان الذين يرتبطان معا السكران خلال تفاعل وتفاعل؟ تكاثف هو السكريات الثنائية وأعطانا مثال مثل السكروز ويعرف البوليمر الكربوهيدراتي المكون من 12 وحدة سكر أو أكثر هي السكريات عديدة التسكر ننتقل للسؤال التالي ضع دائرة حول رمز أفضل إجابة لإكمال الجمل أو حل الأسئلة التالية تهد الوظيفة الرئيسة للكربوهيدرات في المخلوقات الحية مصدرا للنيتروجين؟ طبعا لا للهيدروجين لا للمعلومات هنا ليس لها علاقة تبقى لدينا للطاقة كم عدد ذرات الكربون الموجودة في معظم السكريات الأحدية الشائعة حددناها بإما 5 أو 6 إذن الجواب هي 5 أو 6 ذرات كربون معظم أنواع السكر البسيطة قابلة للذوبان في الماء بما أنها قابلة للذوبان في الماء والماء قطبي والمذيبات تذيب أشباهها إذن ستكون المجموعات القطبية توجد السكريات الأحدية في المحلول الماء على صورتين إما أنها سلاسل مفتوحة أو حلقية تسمى الرابطة الجديدة التي تنتج عن اتحاد من اثنان من السكريات الأحدية لتكوين سكريات ثنائية طبعا الرابطة الببتيد هي في البروتينات رابطة الكحول هي بين الكحولات والمجموعة الكربونيين هنا لست رابطة يتبقى لدي رابطة إيثر يرتبط الجلوكوز والفركتوز لتكوين سكر ثنائي يعرف به طبعا هنا يعرف به السكروز ولا تختار اللاكتوز لأن ماذا قلنا للربط؟ ارجع للمعلومات وماذا قلنا للربط؟ إذن الجواب الصحيح هو السكروز السكريات الثنائية أكبر من أن تمتص فتدخل إلى مجرى الدم لذا يجب أن تتفكك وتتحول إذن هي كانت ثنائية لابد أن أفككها إلى شيء أبسط منها اللي هي السكريات الأحادية أحسنتم تعرف الكربوهايدرات المركبة مركبة إذن هي سكريات عديدة التسكر أو متعددة التسكر النشا والسلولوز والجولايكوجين جميعها مصنوعة من مونيمرات من طبعا نحن قلنا معدات متكررة من وحدة أساسية بسيطة وهي الجلوكوز أحسنتم ما نوع الرابطة التي تتكون عند اتحاد سكرين أحاديين لتكوين سكر ثنائي؟ نوع الرابطة هي رابطة إثري السكريات أعطي مصطلحا علميا لكل من سكر الدم ما هو سكر الدم؟ جلوكوز سكر المائدة ما هو سكر المائدة الذي يوضع على المائدة هو السكروز أحسنتم سكر الفاكهة فيه حرف الفاء فهو سكر الفركتوز أحسنتم سكر الحليب فيه حرف اللام هو اللاكتوز إذن لدينا سكر الدم جلوكوز سكر المائدة سكروز سكر الفاكهة فركتوز سكر الحليب لاكتوز صنف الكربوهيدرات الآتية إلى سكريات أحادية أو ثنائية وعديدة التسكر النشا هو سكر معقد إذن هو عديد التسكر الجلوكوز هو سكر بسيط إذن أحادي السكروز هو سكر ثنائي الريبوز هو سكر أحادي السلولوز هو أيضا معقد أحسنتم إذن سكر عديد التسكر الجليكوجين أيضا عديد التسكر الفيركتوز هو نفس الجلوكوز أحادي اللاكتوز سيكون عبارة عن اثنين من السكريات الأحادية إذن هو سكر ثنائي يتكون السكر الثنائي المالتوز من وحدتين جلوكوز إرسم تركيبه من وحدتين جلوكوز سترسم وحدتين من الجلوكوز لابد أن تربط بينهما بالرابطة الإثيرية فيسمى بعد ذلك هو المالتوز إذن تضع وحدتين الجلوكوز ترسمهما وتربط بينهما بالرابطة الإثيرية وهو الأكسجين السلولوز والنشقار بين التركيبة الجزائية للسلولوز والنشق لاحظ السليلوز عبارة عن سلسلة طويلة ولاحظ النشا هنا متفرع إذن التشابه بينهما كلاهما تركيب حلقية متشابهة كلاهما توجد فيه حلقات بالنسبة للسليلوز لاحظ أنه تركيبه طولي بالنسبة للنشا لاحظ أن تركيبه ماذا؟ متفرع أحسنت قارن بين وظائف النشا والسليلوز في النباتات ووضح أهمية التركيب الجزائي لكل منهما بالنسبة للوظيفة طبعا النشا والسليلوز كلاهما من السكريات عديدة التسكر وهي موجودة في النباتات هذا مشتركين فيه النشا يستعمل لتخزين الطاقة السليلوز يكون الجدران في النباتات فتكون صلبة هنا في النشا يتكون من وحدات جلوكوز غير قابلة للذوبان هنا أيضا وحدات جلوكوز لكن تركيبها طولي تكون متلاصقة بشدة وتكون تركيب قوي وصلب بالنسبة للنباتات إذن خلاصة في هذا الدرس الكربوهيدرات تنهي مركبات تحتوي على مجموعات هيدروكسيل متعددة ومجموعة كربونيل الوظيفية CWO يتراوى حجم الكربوهيدرات بين وحدات بناء أساسية مفردة إلى بوليمرات تتكوم من مئات أو آلاف الوحدات الأساسية توجد السكريات الأحادية في المحالة المائية في تركيب إما أن تكون حلقية أو تكون مفتوحة السلسلة ننتقل للتقويم إشرح وظائف الكربوهيدرات في المخلوقات الحية هي مصدر للطاقة وأيضا تخدم أيضا كمستودة لتخزين الطاقة صفت تركيب السكريات الأحادية والثنائية وعددة التسكر أيضا هنا سنقارن بينهما بالنسبة للأحادية تحتوي على مجموعات الهيدروكسيل متعددة ومجموعة ألدهيدا وكيتون بالنسبة للثنائية عبارة عن اتحاد سكرين أحاديين معا ستكون الرابطة بينهم إيثر وهنا أيضا في المتعددة ستكون عبارة عن روابط في إيثر فيما بينهم إذن عدة سكريات مرتبطة معا بالنسبة للترتيب الترتيب السكر الأحادي أقلهم ثم السكر الثنائي وأخيرا أكبر حجم هو السكريات عديدة تتسكر قارن بين النشا والسلولوز كيف تؤثر الاختلافات في التركيب على مقدرتنا أو في مقدرتنا على هضم هذين النوعين من السكريات بالنسبة للتشابه بين النشا والسلولوز كلاهما يحتوي على وحدات بناء أساسية وهي الجيلوكوز الاختلاف في طريقة توجه الروابط التي تمسك الجيلوكوز معا في الفراغ بسبب هذا الاختلاف في إنزيمات الهضم لا تستطيع أن تفكك السلولوز بما أن هناك اختلاف في الترتيب الفراغ احسب إذا كان لأحد الكربوهايدرات 2 أس إن متشكل محتمل حيث أن تساوي عدد ذرات الكربون في التركيب فاحسب عدد المتشاكلات المحتملة للسكريات الأحادية التالية الجيلوكوز والفركتوز طبعا سيكون الجيلوكوز لديه بما أنه 2 أس إن وهنا سيكون أربعة بدل أن نقوم بالتعويض سيعطي 16 متشكل بالنسبة للجيلوكوز أيضا سيكون أربعة فهو أربعة صعفهم 16 متشكل بالنسبة للفركتوز سيكون أس ثلاثة وسيكون ثمانية متشكلات التفسير والتفسير الرسوم العلمية انسخ رمز السكروز على ورقة منفصلة وضع دائرة حول مجموعة الإيثر الوظيفية التي تربط الوحدات الأساسية السكرية أين هي مجموعة الإيثر؟ أين هي مجموعة الإيثر؟ أين موقعها؟ أحسنتم ستكون وسط بين المركبين إلى هنا طلابين نصل إلى نهاية الدرس لنهاية اليوم شكرا لكم لحسن استماعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته